اشتركوا في القناة على رف الكتب كده اكون قمت ومشيت عشان افوق جدت حطه لقيت المصحف على رف قالت استغفو الله العظيم يا رب حتى المصحف كمان عليت رب انا فعلا ما فتحتوش تقريبا من رمضان جابت منزيل ومساحته كويس وقالت بكرة لازم الاقي مكان مناسب بحيس عين تشوفه على طول وفي نفس الوقت يكون بقيد عن ايد العيال ياه انا بقيت عن ربنا قوي بتسحب الستيكي نوت وبتلزقها على الدولاب وبتكتب فيها هقرأ قرآن كل يوم وقبل ما نام هقرأ صورة الملك وكمان هتقول اذكار النوم وبتفتح مصحفها وبتقرأ صورة الملك قبل ما تنام تيجي ترجع المصحف على رف تاني تقول ايدا كده هيتطرف تاني هنزل كم جلة وكم كتاب دول بالمرة منع الرف همسحهم وامسح الرف مش هياخده مني دقتين بتقوم تسحب وايبس منع التسريحة وبتمسح الرف وكتب وبتقول هبقرأ كل يوم في خمس صفحات ولا حاجة قبل ما نام الكتب دي ايدخل جزه عليها يقول لها يا انتي لسه ما نمتش كل ده دي الساعة بقت واحدة بيتطفي محمد النور وبينامه ولا بتمد ايديها وهي نيمة عشان تطفي المنبه كالعادة وبتلاقيش اي حاجة بتقوم بتطفي المنبه اللي هي حطته على الرف مبارح بتقوم تروح الحمام وتغسل وشها بالغسول وتتوضى عشان تصلي الفكر وتقول للاسكار طبعا نفسها تدخل تنم تاني يا النوم جميل قوي بس عنا مين انا اخدت قرار وهتغير هترد الكسل وبعدين بتروح تحضل لنفسها فتار وتغير هدومها عشان تبدأ تجهز عدة التنظيف هحتاج مسحوق مواعين ومزيب للدهون وكلور وخل ولمون وكربوناتو وشوية زيت وديتول وكمان هحتاج سلك مواعين والسفنجة وفوتة المبخ ومناديل للمبخ والجردل والشرشوبة والمساحة والمكنسة واخيرا جوانتي التنظيف عشان احافظ على ايدي بتتهريش من المنظفات والكيمويات حضرت الحاجة اول حاجة عملتها راح اتمسحة تراويزة الصفرة وخرجت عليها كل الاباق والكبايات وفوتة المبخ من كل حاجة الا الاجهزة انا هبدأ من الاصعب للاسهل راحت لعيون البتجاز والحوامل حطتهم في مياه مغلية فيها كربوناتو وعليها كبايات خل وشوية من صبون المواعين ورشت باقي البتجاز والفرن من جوه بموزيب الدهون وثبتهم راحت للشفات خلعته وجابت زيت ومناديل وكيس اسود في دل تحط الزيت عالشفات وتمسحه بالمناديل وجنبها كيس الاسود اللي بتنوي في المناديل وبعدين جابت طبق حطت فيه مياه سخنة وخل وشوية صبون مواعين وحطت السفنجة في المياه السخنة اللي فيها الخل والصبون المواعين وشالت باقي الدهون من عالشفات ومسحت في الآخر بفوتة مبلولة فيها مياه سخنة مبقاش في اي دهون خالص ركبته تاني رجعت للبتجاز لقيت الدهون بدأت تدوب جابت سلك وحطت عليه خل وشوية صبوب مواعين وبدأت تدعك البتجاز فمعظم الدهون اتشالت رجعت تاني مزيب للدهون وثابته شوية رجعت تاني للعيون والحوامل بتاعة البتجاز خرجتهم من الخلطة وحطتهم في طبق فيه شوية صبون وعصين لمون وبدأت تدعكهم فنضفهم الدهون خالص ورجعت للبتجاز تاني غسرته ومسحته بالسفنجة فما بقاش فيه اي دهون خالص راحت للفرن الكهرباء ورشت عليه مزيب للدهون من جوه ومن بره وطبعا شلت الفيش قبل ما تعمل كده وثابته رجعت عالتلاجة فصلت الكهرباء وخرجت كل اللي فيها وغسلت الرفوف وحوامل الباب والأضرواج كمان ومسحتهم بالسفنجة فيها خل ورجعت الرفوف مكانها ونظمت الأكل في التلاجة رجعت تاني لفرن الكهرباء مسحته بوراء المناديل ورمت المناديل في كيس الأسويل بعدين جابت سلك فيه ميا وصابون وخل وشالت الدهون ومسحته بالمية ففي الآخر بقى نظيف ونشفته راحت للخلاط والكيتشن والعجان جابت فوطة فيها كلور ومسحتهم بها وبعدين مسحتهم بالمية وبعدين سفنجة فيها مسحوق وخل والزوايا والحتة الدقيقة عملتهم بالفرشة المخصصة للأجهزة بتكون رفاية فبقوا بيلمعه راحت للكتل حطت فيه كوباية خل وشغلته لحد ما غليه وبعدين فصلته وبعدين شغلته تاني التكلسات اللي على المية راحت فبقت بتدعاكه تحت المية بالمية والصابون فبقى بيلمع خالص غسلت سراميك الحتون ورشت على الحتة الورى البوتاجاز مزيب تهون والأماكن العالية عملتها بالمكنسة غسلت الرخامة ونظفت الرفوف والأرض حطت كل الخزين اللي عندها في أكاس حطته في برتمانوت وعلب ورمت الأكاس وحطت ورق على العلب والبرتمانوت في اسم الحاجة وتاريخ الصلاحية ورصتها في مكان التخزين عندها وحطت أكاس البيجن باودر والفانيليا والخلطات في بسكت صغير وبعدين فضت علبة التوابل في أكاس وغسلتها ونشفتها ورصتها تاني عظامة الأدراج والأرفوف ورصت فيها اللي تستخدمه بس ورفعت الحاجة اللي ما بتستخدمها قليل لفوق والحاجات اللي مش هتستخدمها خالص حطتها في الصندوق اللي هتطلعه لحد محتاج أخيرا غسلت فوة المبخ ورصت الحلل والكبيات ياه أخير الرجع المبخ جديد بعد سنين من الإهمال بالرغم أن ولاق قضت على الدهون كلها وبالرغم أنها أول مرة تنجز المبخ كل مرة واحدة لكنها ما خلصتش الوقت اللي وراها في الوقت اللي كان متحددله يعني مثلا زابت التايمير على ساعة عشان تنظف فيه البوتاجاز لكنها اضطرت أنها تجدد التايمير مرة تانية عشان هي بطيئة لسه مش متعودة على التنظيف والإنجاز وكمان توقعت أنها تخلص المبخ كله في 4 ساعات لكنها في الحقيقة أخذ منها 6 ساعات ونص متواصل عشان تخلص المبخ كله ياه الساعة بقت تنصر الجماعة بتأذن يلا يا محمد قوم بسرعة عشان الساعة بقت تنصر يدوب تلحق الصلاة طبعا محمد بيزحى مفزوعة وبيبت في ثواني وبيتوضى وهو نازل محمد قال لها ايه أنا قلت إنك صحية فهتصحيني يالتني زبط المنبخ ولا بتعتزل لمحمد وبتقول له معلش والله انشغلت في التنظيف وانسيت والوقت سرقني خالص محمد بينزا يصلي وهي بتحضر الفطار وبتصحي الأولاد بتاخدوا على الحمام بياخدوا شاور لحد ما باباهم يطلع من الصلاة قعدوا على الصفرة وبدأوا يأكلوا طبعا كالعادة جدها مش مصدق نفسه وبيقول للأولاد مامتكم عاملت تنهاردنا معجزة وفطرتنا يا ترى هتكمل المعجزة دي بتغدينا كمان ولا ايه ولاء سحبت ساندويتش واكلته وقالت لهم لما تخلصوا فطوله وسمحته حطوا الأباق في الحوت وانا هروح اصلي الظهر ونام وصحوني على الساعة 3 احضر لهم الغداء جزها قال لها ماشي خدي معاكي بس الموبايل عشان ما يفطلش يرينه ويزعجنا ردت قالت له انا قفلة الموبايل من الصبح على فكرة جزها كالعادة مستغرب جدا من التغيير الكبير اللي حصل له بدخل ولااء وبتنام على طول